موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية أم ذانت كاتخ أهلا بكم انطلقت بالقاهرة أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي التي عرفت هذه السنة مشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العملية من 21 دولة عربية منها المغرب نتابع التقرير ردو المستقيم بالقاهرة انطلقت أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربية بمشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العملية من إحدى وعشرين دولة عربية منها المغرب الذي يولي أهمية كبيرة للتعاون الفني مع منظمة العمل العربية باعتبارها إحدى هياك لجامعة الدول العربية ونظرا للدور العام الذي تطلع به في سياغة وتطوير معايير العمل على مستوى العالم العربي والنهوض بالعلاقات المهنية بالمغرب كيف ما كتعرفوا عنده تجري برائد في هذا المجال بالمقارنة مع الدول المشاركة واحتى على السعيد الدولي وجئنا بطبيعة الحال من أجل أن ندلو بدلونا وأن نشارك إخواننا العرب تجربة المغرب والحمد لله هي تجربة عليها إقبال ولا أدل على ذلك من الطلب الكبير للقاءات التنائية نحن كمبتل للطبقة العاملة المغربية في هذا المؤتمر سندلي بمواقفنا ومبادئنا فيما يخص الحوار الاجتماعي وآفاقه ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة الماضية وخاصة تقرير المدير العام ومجلس الإدارة واللجان النظامية المعنية بالحربيات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية في خبر آخر شهد معرض العمراء للعقار مغاربة العالم ببروكسل إقبالا كثيفا من طرف أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا نتابع تقرير مراسل الإنفانيات كاتخ إبراهيم الجملي شهد معرض العمراء للعقار مغاربة العالم الذي أشرفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السيدة فاطمة الزهراء المنصوري على إعطاء انطلاقته الرسمية ببروكسل إقبالا من طرف أبناء الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا الذي نجاء للتعرف على العرض السكاني المتنوع الذي تقدمه مجموعة العمران هذا المعرض الدولي يرمو على الخصوص تمكين مغاربة العالم ببلدان إقامتهم من التعرف على فرص الاستثمار واقتناء الممتلكات العقارية التي توفرها مختلف برامج المجموعة بعموم التراب الوطني هذه فرصة للتواصل والحوار ما بيننا ونصنط الهموم التي تعانيوا منها وخاصة أن هذه الجالية مرتبطة بالمغرب وتستثمار في بلادها و72% على استثمار الجالية المغربية كلها مرتبطة بالسكن فكان من المفروض باش الوزارة تكون حاضرة وتواكب مع هذه المستثمارين هذه المغربة كما تيصيس يدنا في كل الخيطبات دياله وكل اللقاءة مع الوزارة دياله باش خسنا الواجب ديالنا نكون في جانب هذه الجالية لمرتبطة بقوة بأرض الوطن دياله المصداقية والثقة هما من دون الشك عنوان بارز لهذا المعرض والذي تستمد المجموعة مقوماته من جودة العروض المقدمة والتسهيلات في الأداء والضمانات الممنوحة للزبناء من أبناء الجالية المغربية حتى يمتلكوا سكنهم بالمغرب في أفضل الظروف الممكنة أنا جيت سعيد بالمشاركة ديالي في هذا المعرض اللي نظمته الشركات العمران تحت رعاية وزارة الإسكان هذا المعرض يأتي هو الأول بعد الجائحة وطرحة المعرض كان جد مهم لأنه كان عروض متنوعة ويشار إلى أن نسخة 2023 من معرض العمران للعقار مغاربة العالم التي ستحط الرحالة أيضا بكل من ميلانو ومدريد وباريز تنظم تحت شعار البعد الترابي من خلال الاحتفاء في كل مرحلة بإحدى جهات المملكة عبر تسليط الضوء بشكل خاص على إمكانياتها وخصوصياتها ننتقل إلى إقليم صفر حيث استفاد أزيد من 600 شخص بالجماعة الترابية كندر سيدي خيار التابع لإقليم صفر من قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها جمعية أمال أي تسادا للتنمية المستدامة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لبزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصفر والمزيد مع سكينة مسوية نظمت جمعية أمال أي تسادا للتنمية المستدامة بشراكة مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بصفر قافلة طبية متعددة التخصصات استفاد منها أزيد من 600 شخص وذلك بالجماعة الترابية كندر سيدي خيار التابع لإقليم صفر الهدف الحملة أن نقربه للسكينة التطبيب كين السكينة خاصة العالم القراوي لصراحة كي يحتاج جميع القافلة الطبية في جميع التخصصات أشرف على هذه القافلة الطبية تقم طبي وتمريدي دم مختصين في الطب العام وطب الأطفال وطب النساء والتوليد وغيرها من التخصصات كما شملت هذه المبادرة التضامنية عدة دواوير تابعة لجماعة كندر سيدي خيار وتضمنت تقديم فحوصات طبية متنوعة للساكنة المستهدفة إلى الرباط هذه المرة حيث احتفى مغنون وكوميديون ومصممون رقاصات ومنتجون ورقصون قادموا من جميع أنحاء إفريقيا بالتنوع والثراء الفني الذي تتميز به القارة الصمراء وذلك ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان حركة الإبداع الإفريقي شيماء جبران في المتابح الثقافة الإفريقية في قلب اهتمامات فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان حركة الإبداع الإفريقية خلال هذا الحدث التقى فنانون ورجال الأعمال وصناع القرار في القطعين العام والخاص والغاية الأساسية من ذلك تطوير الصناعات الثقافية والإبداعي في المغرب وإفريقيا وفي سائر العالم على مدى ثلاثة أيام استدعينا الفنانين ورجال الأعمال والهيئات المهنية ومختلف الجهات الفاعلة في المجال الفني الإفريقي ليكون بإمكانهم إثارة العديد من القضايا لا سيما تلك المتعلقة بالاستثمار في مجالات الإبداع الفنية وحماية إبداع الفنانين في إفريقيا مهرجان حركة الإبداع الإفريقي تميز ببرمجة غنية ومتنوعة اتما تنظيم ورشات موضوعاتية والعديد من جلسات النقاش التي تجمع مهنيين من الثقافة والفنون والصناعة الإبداعية للتفكير في المستقبل وفي حماية هذه المهن التي سيكون لها بالإضافة إلى القيمة الفكرية تأثير اقتصادي وفي جديد ملف الأزمة السودانية تتواصل أعمال العنف والمعارك في أنحاء الخرطوم بعد ساعات على تعهد الطرفين المتنازعين على السلطة في البلاد وقف إطلاق النار لمدة أسبوع اعتبارا من مساء اليوم نتابع هدنة هشة لا أثر لها على أرض الواقع أصوات إطلاق النار تسمع لحد الآن في مناطق مختلفة من الخرطوم وتحديدا حول مقر الجيش والقصر الجمهوري سلسلة الإدانات بمسؤولية خرق الهدنة متبادلة بين الجيش وقوات الدعم السريعة ليقضف كل منهم كرة الاتهام في ملعب الآخر بعدما وقع الطرفان على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام هذا الاتفاق ليس الأول منذ بدء النزاع المسلحة إذ اتفق الطرفان على ما يقرب من إثنى عشر هدنة قام بخرقها كلها بعد دقائق من دخولها حيز التنفيذ وتبقى للشباكات قائمة بين الطرفين المتنازعين حيث خلفت الحرب الدائرة خسائر فادحة في البنية التحتية إذ خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة سواء في الخرطوم أو في إقليم دارفور غرب البلاد حيث يشد القتال وفي جديد الملف الروسي الأوكراني وبعد يوم من إعلان موسكو سيطرتها بالكامل على مدينة باخموت شنت القوات الروسية مساء أمس هجوما جويا على مدينة دينيبرو جنوب شرق أوكرانيا أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص بحسب ما كشف عنه مسؤولون أوكرانيون متابع تقرير أدوى المستقل وسائل الإعلام الأوكرانية قالت إن روسيا شنت هجوما جويا ليلة أمس على مدينة دينيبرو بجنوب شرقية أوكرانيا ما خلف إصابة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني دمرت عشرين طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز سلاح الجو الأوكراني قال إن روسيا استهدفت منشآت عسكرية ومنشآت للبنية التحتية في العاصمة الإقليمية دينيبرو والمنطقة المحيطة بها باستخدام ستة عشر نوعا مختلفا من الصواريخ وعشرين طائرة بدون طيار لم يعرف على الفور ما إذا كانت الإنفجارات نجمة عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي لأهدافها أم أن الصواريخ أو طائرات المسيرة الروسية تقصف أهدافا لكن حاكم منطقة دينيبرو بيتروفسك التي تعاد دينيبرو المركز الإداري لها أشاد بالمدافعين ومع اقتراب موعد هجوم أوكراني مضاد استأنفت روسيا الضربات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الشهر بعد توقف دام قرمة شهرين وتقع الآن موجات من الهجمات عدة مرات في الأسبوع وهي الأشد حدة في الخرب نختم مشاهدين النشرة بهذا الخبر حيث انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يقل رائدي الفضاء السعوديين ريانا برناوي وعلي القرني مع رائدين آخرين على مركبة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية وذلك بهدف إجراء تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى نتابع تقرير سكينة مسوبية منعطف تاريخي في قطاع الفضاء السعودي انطلاق أول رائدة فضاء سعودية ريانا برناوي وكذلك علي القرني الذي يعد أيضا أول رائد فضاء سعودي يتجه نحو محطة الفضاء الدولية انطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل رائدي الفضاء السعوديين مع رائدين آخرين على مركبة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية وتستغرق الرحلة 16 ساعة للوصول إلى المحطة هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج السعودي لرواد الفضاء وتتضمن إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى تسهم في التوسع العلمي والأبحاث بجميع تخصصاتها كما أن هذه الرحلة تصنف السعودية كأحدى الدول القليلة التي تتمكن من إرسال رائدي فضاء من نفس الجنسية نحو محطة الفضاء الدولية إلى هنا مشاهدنا نصل إلى ختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار كالعادة زور مختلفة من الصاتنا الإلكترونية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر